اهلا بحضراتكو في حلقة جديدة من التالت ايمين مدرج بسؤول الزمالك ملتقى الزمالكوية وصوت جمهور نادي الزمالك بداية مهمة جدا للعبتنا في افريقيا بطولة جمهور نادي الزمالك يمكن بدأنا البرنامج كله بتكلم على بطولة افريقيا هدف جمهور نادي الزمالك من اللعيبة اللي خادت كل البطولات سواء الدوري او السوبر او السوبر الافريكي او السوبر المصدر خدوا كل البطولات لسه ما خدوش بطولة افريقيا اتمنى من لعبتنا يكون الهدف واضح انت بطل الدوري وبطل الكاس عندك ثقة كبيرة جدا عندك إدارة محترمة عندك جهاز فني محترم جدا اتمنى السنة دي ان شاء الله يكون هدفنا واضح ان احنا دخلين بقوة والنافس بقوة على بطولة أفريقيا وان شاء الله تكون من نصيب نادي زمالك بس ده هيجي بالجهد والعرق وان انت عايز لازم مهم جدا يبقى انت مصدق نفسك مصدق انك انت عايز تكون بطل أفريقيا زي ما كنت في القرن اللي فات انت بطل أفريقيا او اكتر فريق واخد بطولات أفريقيا ليه مع الجيل اللي موجود والامكانيات الموجودة وكل حاجة متوفرة لك يعني احنا شايفين الفترة الأخيرة ما شاء الله اللعيبة كلها مسمعش على مشاكل بالنسبة للعيبة كل واحد بياخد مستحقاته في وقتها الدنيا في نادي الزمالك دلوقتي هدية من نسبة للعيبة كل واحد بيركز في ملعبه الجهاز الفني دلوقتي انا بيركز مع لعبتي ان اللعب يؤدي كل ما عليه في الملعب فمهم جدا ان شاء الله السنة دي يكون طموح كل اللعيبة مش لعب واحد ان احنا كفريق كامل كل اللعيبة مع الجهاز الفني واكيد الإدارة موفرة حاجات كتير السنة دي للهدف ده بطولة أفريقيا انت لو تشوفوا جماهير نادي الزمالك بتتكلم مع البطولة زيخ حتى في خلال الحلقة النهاردة كل الجماهير طالب اللعيبة تفرحتونا فعلا كتير لكن نقصة الفرحة بالنسبة للجماهير الزمالك نقصة شوية نقصة بطولة وبطولة مهمة جدا ان شاء الله استنادي تفرحونا بها لان الجيل ده من وجهة نظري بالإمكانيات اللي موجودة باللعيبة اللي موجودة بالمدرب اللي موجود بتوفير كل حاجة موجودة لو ما خدش بطولة أفريقيا اعتقد الموضوع حيبى صعب فاتمنى ان شاء الله ده يبى هدف وهدف كبير لنا احنا عايزين ناخد السنة دي يعني زي ما بيقولوا واحدة واحدة انت عندك بطولة سوبر عندك بطولة الدوري عندك بطولة الكاس لكن الهدف الأكبر بالنسبة لنا هو بطولة أفريقيا فلازم كل لاعب يببادئ البطولة او بداية البطولة مع فريق شاد احنا بدأنا من دور 14 بس ان شاء الله أكيد بإذن الله هنصعد لدور 32 لان انت زي مالك فريق أكيد في الامكانيات وفريق كبير ما بين لعبت الزي مالك والفريق التشادي فان شاء الله اللعبة بس يببى هدفها بعد كده سواء المتشاطة اللي بعد كده بتدي جرس انذار ان انت فعلا فريق قوي ان انت فعلا جاي بتنافس على البطولة ولازم دايب هدفنا كلنا ودعم كلنا للاعبيتنا ان شاء الله يفرحون السنة للبطولة حابب اتكلم كمان في نقطة مهمة جدا اللي انا شايف حالة القلق اللي موجودة عند جمهين الناس زي مالك من الصفقات انا شايف وكل الناس شايف ان الصفقات اللي جاتنا للزي مالك ما شاء الله ولسه كمان في صفقتين جايين واعتقد اللي هكونوا صفقتين تقال جدا فالناس شغالة بشكل كبير كل اللي بطلبه مستر فريرا اعتقد ان المجلس الادارة المستشان مرتضى بوفرهله بشكل كبير ان انا اعلن او ما اعلنش ده مش مشكلة المهم ان انا اللعيبة بتاعتي او اللعيبة اللي موجودة هتفيدني ازاي كمان في حاجة مهمة جدا انا ملاحظة ان احنا عاملين مشروع فريرا لحد 2025 واللعيبة اللي جاية كمان سنها صغير فده مهمة جدا انت بتبني فريق لكن احنا السنة اللي فاتت كلنا كنا متخوفين في بداية الموسم ان ما فيش صفقات تتخيل انت ما كانش عندك صفقات وكان فيه لجان وكان فيه حاجات كتير وخدت بطولة الدور وبطولة الكاس هجماعة احنا عايزين كجمهور ما ننصقش للكلام ما ننصقش لأي حاجة نعم مركزين مع لعبتنا ومنلعب زي ما قلنا السنة دي احنا لعبنا زي ما بقولوا بأي حد وكسبنا مين كانت خيل ان يوسف قسامة نبيه او سيف فاروق جعفر او نمار او حسامة عبدالجيب يبقى بالتقلق ده في نهاية الموسى مين اي تسال اي زمالكوي كانوا لك لا صعب جدا السنة دي انت كسبت السنة دي بطولة الدور وبطولة الكاس وكسبت لعيبة كمان ومننا موجود في قطاع الناشئين دلوقتي اللي انا بطمن جمهور ناتزة مالك خاصة في كمان في حراس المرمى الحمد لله وجود عواد وطبعا محمد صبح اضافة قوية جدا وحيب فيهم نفسها لا انا شايف فيه مواهب بسم الله ما شاء الله اعتقد ان هي حيباليها شكل كبير في الكرة المصرية يعني لو اتكلم مع حضراتكو عن فرقة يمكن انا حقول الاسماء دلوقتي لان انا شايف الناس دي هتفرق كتير يعني مثلا عندي في 2003-2004 معاز وعبرحمن والشناوي محمد الشناوي وعندي كمان سيمو لما جيه دلوقتي لجواني الهائلة جدا كمان عندي جونين في 2008 محمد يهاب وعمر هيفروا كتير جدا معنات زمالك انا بكلمك عن مركز واحد موجود فيه جوان وجوان محترمة جدا فانا مش عايز جمهور الزمالك ايه لك والله وبإذن الله عندنا قطاع قطاع محترم جدا كمان كابتن اسماعيل والكوكبة اللي موجودة في القطاع دلوقتي فيه تعب كبير جدا شان نلاقي مواهب ومواهب موجودة بجانب الناس اللي موجودة معنا في الفرقة او الصفقات اللي جات كمان انت كجمهور لما اللعبة تبقى موجودة واخد بطل ودوري واخد بطل الكاس ومادية ما شاء الله بقوة كبيرة في الدوري واداء محترم وكل الناس بتكلم عليه لما بيسمع ان انا كلاعب ان انا لا محتاج محتاج من جمهين الناس زمالك يا جماعة ماشي من الصفقات موجودة انا كلاعب انا جبتلك دوري جبتلك كاس انا وصرت معاك فيه تدعيم طبعا لها خلافة عليه مهم جدا وده شيء واضح وواقع ولازم يبقى فيه تدعيم بس انا كمان عندي لعيبة ما شاء الله خدت البطلات ولعيبة كمان قدت مباريات قوية جدا فلازم ادي ثقة لعبتنا واسيبوا الناس اشتغل بشكل كبير وخلى عندنا ثقة زي ما ما كلنا كنا لما فريرة بيغير لعيبة ولعيبة كبيرة جدا زي زيزو مثلا انا بك انا هتكلم على زيزو مهم جدا لان فيه ناس بتتكلم دلوقتي على الصفقات انتوا جايبين صفقات ايه مين سامسون ومين اللعيبة اللي انتوا جايبين طب اول ما جيه زيزو كان نفس القصة قال لك انا مين زيزو ومشاء الله بقى احسن لعيب موجود دلوقتي في مصر وهداف الدوري وحاجة محترمة جدا وممكن فارق كتير معنات زي مالك فمش عايزين احنا ارجع تاني لجمهير ما ننساقش لأي حاجة نركز مع مستر فريرة ومع اللعيبة اللي موجودة دلوقتي وان شاء الله اكيد مجلس الإدارة والمسجر المرتضى والناس كلها بتتكاتف ان ان شاء الله السنة دي الزي مالك زي ما خد بطولة الدوري مرتين على التوالي وخد بطولة الكاس وخد حاجات كتير جدا السنة دي مع الاداء كمان ان شاء الله السنة جاي بنفس القص وزي ما قلت ارجع تاني بطولة افريقيا بطولة مهمة جدا فجمهير الزي مالك الفاهمة اللي وعي اللي دايما بتكلم موجودين هو النجم معنا في برنامج هو جمهورنا فاهم فمش عايزين ننساق لناس تانية تتكلموا بقى يهمدوا اللعيبة اللي موجودة يقللوا الثقة في اللعيبة لا احنا كلنا ثقة في اللعيبة اللي موجودة وان شاء الله اللعيبة اللي جاية تبقى اضافة واضافة قوية جدا جدا لنادي الزمالك فالتكاتف الفترة اللي جاية مهم مهم من الكل زي ما حصل السنة اللي فاتت او في نهاية الموسى كنت تشوف فيه تكاتف غريب غريب جدا داخلنادي الزمالك من الجماهير ومن مجلس ادارة ومن الجهاز الفني ومن اللعيبة واللعيبة كان عندها قدر كبير جدا 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 من المسؤولية فان شاء الله زي ما قلت وبكرر تاني الحالة اللي عشناها الفترة الاخيرة اللي خدنا فيها البطولات نستمر عليها فمش عايزين نشوف كده انشقاك في الصفوف لا احنا في ظهر بعض موجودين مع بعض وجماهيرنا دايما السند الاكبر لنادي الزمالك فلازم تبقى الجماهير عندها ثقة في الناس لازم يبقى جماهيرنا فهمة ان الناس بتشتغل لمصلحة نادي الزمالك وان شاء الله نشوف نادي الزمالك متوج بالبطولات زي ما شفناه الفترة الاخيرة اتمنى كمان اللعيبة زي ما قلت لعبتنا وبكرر تاني مسئولية كبيرة عليهم السنة دي مسئولية كبيرة جدا 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 لسبب ان انت فرحتوا الجماهير وشفتوا الفرحة الكبيرة اللي جماهير نادي الزمالك عشتها سواء لما خدت بطولة الدورة لما خدت بطولة الكاسم المنافس فاعتقد ان انت عرفت يعني ايه طعم المكسب وطعم البطولات فمهم جدا جدا الاستمرارية جماهير رسالة اللي ناشيين اللي لعب وتقالك والسنة اللي فاتت انت اثبت انك انت لعب ممتاز او اثبت ان انت لعب خامة هايلة وحيباليك مستقبل فاتمنى برضو الاستمرارية لللاعبة دي ما يباش ان انا على لعبت المباراة لانا حصلت امثلة كتير فيه لعب جي تقالك وتواهك في موسم وخلاص انتهى لا انت بطموحك سواء جاي جي لعيب مكانك او جاي لعيبة صفقاته ده طبيعي يبقى انت عندك الثقة في نفسك انت بتحارب على مكانك ما انت ممكن تجيب صفقاته والناس اللي هي موجودة هي اللي تلعب وده كان بيحصل كتير طالما انك انت بتقدي باخلاص وبتقدي بامانة والجمهور شايف والمدرب شايف ان انت مش مؤثر في حاجة ما ممكن نجيب كل الصفقات دي واللي لعب في الاخر الناس اللي موجود ممكن يبقى فيه اتنين او تلاتة موجودين فلازم نبدأ دعم كبير جدا للعبتنا وعندنا ثقة فيهم سواء من جماهرنا وزي ما قلت خلينا ناخد اللي احنا عشناه السنة اللي فاتت والتكاتف اللي كان موجود نقطة بداية نكمل عليها ان شاء الله ولو حصل نفس التكاتف من سواء من الجماهير ومن الجهاز الفني ومن اللعيبة اعرف المسؤولة اعتقد ان البطولات مش هتخرج نادي زمالك والبطولة الاهم والاكبر اللي محتاجها جمهور نادي زمالك يا بطول الدور يا ابطال افراكي